قبل أيام سحبت الإمارات جزءاً من قيادة عملياتها وجنودها في عدن والساحل الغربي وصف ذلك الانسحاب بأنه نوع من تغيير استراتيجية الإمارات من الحرب إلى السلام التغير وصل حد لقاءات الأمنية المباشرة بين دولة الإمارات وإيران الطرف المقابل لها في الحرب الدائرة في اليمن حينها تسأل اليمنيون عن تداعيات ذلك التغير المفاجئ في الموقف الإماراتي لكن السؤال ظل عالقاً دون إجابة إلى أن بدى الواقع يكشف نوعاً من ذلك الغموض بدءاً من العاصمة المؤقتة عدن التي كانت على موعد مع صباح دام راح فيه قرابة الستين قتيلاً وعشرات الجرحة إثر هجومين متزامنين استهدف أحدهما عرضاً عسكرياً اعتيادياً للقوات التابعة للمجلس الانتقالي في معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة قالت ميليشيا الحوثي إنها من أطلقتهما بينما استهدف الهجوم الثاني مركزاً للشرطة في منطقة الشيخ عثمان عن طريق سيارة مفخخة وصول الميليشيا إلى عمق العاصمة المؤقتة وإلى معسكر الجلاء بالذات لا يقف في توصيفه عند حد الاختراق الأمن وحسب بل يضع العديد من علامات الاستفهام نظراً للتوقيت الذي تخلى له عدم وجود قوات إماراتية في المعسكر رغم أن المعسكر كان أحد معاقلها الرئيسة كما أن عدم اقتناع كثير من الأطراف المرتهنة للإمارات بتبني الميليشيا للهجوم يوحي بأن ما حصل في عدن قد يكون مقدمة لأحداث أخرى قادمة ترجمة نانسي قنقر